جموع كبيرة من مواطني سفيقص هموا بالرجوع إلى المدينة بعد أن شدهم الشوق إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج هؤلاء الناس صدموا برفض السلطات السعودية لاستقبالهم على أراضيها بتعلة عدم سلوحية تأشيرة العبور فيما أقنعه منظم الرحلة السيد أحمد لفريخة أن هذا الإشكال يتجاوز شخصه ويتجاوز وكلة الأصفار المنظمة للرحلة ليصل إلى أمور سياسية ديبلوماسية بين تونس والسعودية حسب ذكره في حين امتنع هذا الأخير بالإدلاء عن أي تصريح لنا رغم محاولاتنا المتكررة اليوم جاء فاكس الصباح من السعودية ليقف كل شيء خاطر هو أو لمس فما فويا جاء خرج والفيزا من وقشط أمور سياسية بحثة وما بين الرئيس متاعنا والمصارة الملكية غادقة توصل أنهم يحرموا الحجيج من زيارة بيت الله؟ لا سياسة الملكية ولا سياسة التونسية هذه الحالة كل ما نتعنيش نحن حجيج نحب أن نمشوا معاهم لنقوم بالفريضة متاعنا وهنا كمسلم وهذه كمكة هذي كمش للسعوديين فقط والتواصفة فقط للعالم كامل الإسلامي قالوا وراه ما ثماش أخروجش همذا قالوا وراه ما ثماش أشكاليات بين أمور سياسية بين السعودية سي المنظم قالوا ثماش أشكاليات سياسية بين النغضة وبين السعودية بالتالي الحال توشقلنا قلنا تبشوا للسفاقس اليوم وغدوة حية إن شاء الله بيحول الله مش تبشوا المطار السفاقس والمطار السفاقس مش تخرجوا من السفاقس للموريطانيا ومن الموريطانيا مش تبشي للسعودية به أخذينا تصلنا بالهاتف المطار متاع السفاقس قالوا حد الآن ما عندي حتى طيارة عندي حتى نوت في المطار باللي هي فما طيارة مش تخرج ما سفاقس للموريطانيا ومن الموريطانيا السعودية الحكومة التونسية تعمل هكاية علش ما تخليش اللي العبد يخرج بيش يمشي حج بيت الله ويأدي فرض اللي فرضوا علينا ربي حارمتنا أنا نقعد ونقيدوا عشرة سنين وما يخرجونيش حتى نوفيه وصحتنا وقتلنا نوصله نبيعوا الغالي والنفيس بيش نقديوا الفرض متاعنا وبعد يجيوا في أخر لحظة يحرمونا علش قال لك الحكومة التونسية مدام ما لا من شكون ما لا من شكون احنا نحب لا لا التونسة التوينسة هي التوينسة انا سمعتها بوذني في اللي قالت احنا مش نتصديو للحج الموازي سيحمد لفريخة عمل اتصالات بالتليفون ما نعرفوش مع شكون فهمتك عمل اتصالات بالتليفون ما قصرش ما يشاليش بقى ما تقولش ايش بتروح ولا حاجة التليفون ما سكتش عنده هو توصل له معلومة يبلخانا توصل له معلومة يبلخانا هو يقول ليه يقول ازمة سياسية يقول الترويك يقول ينجم يقول حتى رباعي اللي يعمل في الواقع هو سبب اما ما هو شو السبب السبب اللي هو ما هوش منظم بالله يثم واحد يمشي الحاج وتجيه التأشير متاعه قبل بنهارين وما يعرفش روحه وقت يش ميشي وقت يجيه كان قبل بنهارين قبل الفنت كاتروري عرفوحه واذا معقوله استياء كبير خلفوا هذا الاشكال في نفوس هؤلاء الناس الذين اعدوا عدتهم ورتبوا بيوتهم واعمالهم قبل زيارة بيت الله الحرام الذي يبقى رجاء في روعي كل مسلم احنا محضرين روحنا عندنا مدة وفرحانين وكلمنا الاهل وجاءنا الاهل وفرحونا على اساس بيش نخرجوا الحج بيش نمشوا كما قولوا احنا سياحة ولا كذا بيش نبين بيت ربي حتى امور انسانية حتى اذا كان ما صار حتى شين تقول لي امور انسانية هذه الفرحة نسانية فيه عمر الفرحة الثانية وانسانية يرجع همته صفرة ليدين همته ما قاش ربي في الاخين نطلب من الله يعني بيش يسهلنا ان شاء الله اذا كانت بنا الحج راه منسان يكون بكلنا نقذبه اذا ربي مش كانت بنا راه نستلزمه الصبر ونسعه حتى ربي شي قدر اتأسفنا برشا ولاي كنا فرحانين واحد دي ربي يعلم كيفاش مع انت الشعور اللي فيه جاتنا كيف ما قولوش خيبة نكسة ولا كيفاش انسان دموا تحرق موش هذي الحكومة التونسية في عوض الله تسهل تسهل الحجاجة بيش يقديوا فرضهم هذي ركن فرض فرض علينا ربي مش انسان انا مش مش نعمله مش انا فرض فرض ربي بعد ما نكسب بيش نمشي للحاجة هذية جيني في اخر لحظة معناها وتمنعني وترجعني من المطاع يا رسول الله هذي ما هوش ما قالش به لربي اللي يحبه ولا يقبله وللأمين وللإسلام وللدين المشكلة للدولة متاعنا تتهاون في العباد اللي تنظم الحجة الموازية الحجة والقرعة وجمرت اللي ولات حجة بالامتياز الحجة اللي يزم الدولة توقف في العباد اللي تستبلها في الشعب استبلها في العباد اللي هما ما يعرفوش ويبيعوا ويخرجوا وبعد يكا هم العبادة ذو ما؟ العباد ده وتشوف الإكزامبل في ظل صمت وزارة الشؤون الدينية وأقفال هواتف مسؤوليها يبقى الغموض ويلف هذا الموضوع فيما يدفع المواطن التونسي ثمن لامبالات لسلطات المسؤولة الذي بلغ حد التلاعب بشعرة غظمها الله في شهره الحرام فيما علمنا من جهات غير مخولة بتحرك الوزارة في اتجاه فتح تحقيق حول ملابسة ومجريات الحج الموازي الذي يبدو أنه نسخة مكررة من قضية تأشيرات العمرة ترجمة نانسي قنقر